اشتركوا في القناة 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 هذه كانت من الصعوبات الرئيسية البداية الحقيقة حدثنا أكثر عن علاقتك مع تيم العمل الحقيقة يمكن لازم تسأل تيم العمل لأن علاقته معي أكثر تيم العمل هو الأساس تيم العمل حمايت لأنك بدونه ما كان في أي نجاح ومحاولت أنك تكون دائما قريب من فريق العمل وتوصل معا إلى الثقافة والمعادلة اللي من خلالها هو يكون مرتاح في بيئة العمل اللي فيها وقدر يقدم الخدمة للمراجع بالشكل الصحيح والمراجع يكون سعيد فيها بدها عمل على كل المستويات سواء مع الجهات التنظيمية مع الإدارة بين فريق العمل نفسه وهذه نحن نحاول أن نستثمر فيها من البداية من خلال اختيار فريق العمل فمنحاول دائما نختار فريق العمل اللي الثقافة بشكل عام الميندسيت مبنية على التعاون على السبورت للآخرين بالنهاية القطاع الصحي وقطاع طب الأسنان هدفه شفاء مريض هدفه تخفيف ألم فدائما هذه من الأشياء اللي يعني بتكون نقاط تركيزة رئيسية في جمع فريق العمل مع بعضها أرى أنا لديك دائما نظرة مستقبلية في حياتك المعنية بعد خمس سنوات من الآن أين سنرى ونرى ماي كلينك لطب الأسنان؟ نحن نتأمل أنه خلال خمس سنوات ستتابع ماي كلينك أنها تكون رائدة بمجال تقديم خدمات طب الأسنان وخاصة مع الكنسيبت الجديد اللي قدرناه للماركت اللي هو الانجوي بالدنتستري أو طب الأسنان الممتعة نحن متوجهين إن شاء الله خلال الفترة القادمة إلى عام 2030 يكون هناك أربعين مركز أسنان تابعين لماي كلينك دنتل في مستوى المملكي وبدأنا الآن خطوات التوسع هذه إن شاء الله بدأناها الآن في مدينة جدة إن شاء الله على السنة القادمة في ثلاثة فروع جديدة ستضاخت افتتحنا فالعنا جديد في مدينة الرياض السنة القادمة في فروع أخرى أرى أن الشغف والطموح مستمر معك دائما لمشروعات وأفكار جديدة فما هو المشروع القادم بالنسبة لك؟ الحقيقة إحنا الآن يعني خلينا نقول في ماي كلينك دنتل مأيادة الأسنان أسسنا الإطار العام المشاريع القادمة هي ابتجي دائما من فكرة إنه لازم يكون دائما في خطوة نحو التطوير التحسين خليق نرجع نفكر مرة أخرى كيف ممكن نقدر نرجع نقدم الخدمة بطريقة أفضل كيف ممكن نقدر نساهم الآن بعد الحمد لله النجاح اللي وصلنا من عام 2017 إلى الآن فخطوطنا القادمة إن شاء الله واللي سيتم الإعلان عنها خلال الشهر القادم هي برنامج السبونسورشيب أو الرعاية المالية للأطباء السعوديين يلي الآن يتم قبولهم في برامج الماجستير والبرد السعودي في طب الأسنان سنقدم لهم برامج من الرعاية للدراسة خلال البرنامج تأمين الاحتياجات اللي بيحتاجوها وبشكل يكون في عندنا تيم سيعود للانضمام لمايك لنك مرة أخرى إن شاء الله بعد ما بنتهم من برامج التخصص بسم الله أسرار النجاح تختلف من شخص إلى آخر فما هو سر النجاح بالنسبة لك؟ يعني أعتقد الشغف هو السر الرئيسي لأي نجاح لأنه يعطيك الإصرار يعطيك أنك تتغلب على الصعوبات أنك تحاول تحول الصعوبات لفرص فالشغف أعتقد هو الشئ الرئيسي في النجاح دائما ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها لشباب اليوم حتى تحفزهم على التطوير والنجاح؟ يعني أعتقد الرسالة الرئيسية هي محاولة بناء هذا الشغف ومحاولة الاستفادة من الفرصة الآن الفترة الحالية تمر فيها المملكة بمرحلة جداً ممتازة من ناحية خلق الفرص الحقيقة إذا تحاول أنك تشرح لأحد ممطلع على الأمور في المملكة أنه شو اللي عم يحدث ورؤية عشرين ثلاثين شو غيرت هي بشكل أساسي عم تخلق الفرص فنستحتل الشباب باستثمار هذه الفرص بعد مصيرة طويلة من النجاح وصلت له هذه المرحلة وأنه الشخص الذي كان يدعمك ووجي له رسالة شكراً لنا والله الحقيقة يعني ما تستطيع دائماً تختزل النجاح لشخص لكن أكيد عائلتي كانت جداً داعمة إلي باعتبار أن هذا الشغف وهذا النجاح يتطلب دائماً أنه يكون في أحد مدور بهذا عليك طبعاً أكيد فريق العمل فريق العمل ساهم بشكل كبير لأنه برضو هما كانوا جزء من البناء وجزء من التطوير وبالنهاية هما الجزء الأساسي من تقديم الخدمة للمرضى فأعتقد هما كانوا العاملين الرئيسيين بالنجاح ماذا تعني لك رؤية عشرين ثلاثين؟ الحقيقة رؤية عشرين ثلاثين يعني أعطت أعدة أشياء يمكن هي هي هيئة المناخ بشكل عام رؤية عشرين ثلاثين من طرف قدمة الإطار العام التنظيمي يعني تلاحظ معظم مشاريع مبادرات رؤية عشرين ثلاثين مبنية على فكرة الحوكمة مبنية على فكرة وجود محددات أداء تكون هي الهدف اللي لازم نوصله فبوجود الأطر والأنظمة ومحددات الأداء اللي هي عم تكون يعني استلهامها في القطاع الخاص وقطاع الحكومي للتطوير تهيئة المناخ الاستثماري الأمن والأمان مع بعضها هي بالحقيقة رؤية عشرين ثلاثين اللي نحن الآن شايفينا تفاصيل موقع العيادات ورقم الأرقام التواصل الحقيقة العيادات لها عدة أرقام التواصل لكن كتفاصيل مواقعها حاليا نحن عندنا فرعنا في جدة في منطقة المحمدية شارع الأمير السلطان وفرعنا اللي الآن نحن مستضيفينكم معانا فيه اللي هو في شارع الأمير السلطان في حي الخالدية اللي هو مركز أسنان وفرعنا الثالث في شارع السبعين شارع الأمير ماجد مقابل عزيز مول هذه الثلاث فروع الحاليا اللي موجودة في جدة فرعنا بالرياض اللي هو بطريق الملك فهل بحي الصحافة وإن شاء الله قريبا حيكون في عدد مماثل من الفروع خلال عام ٢٠٢٥٥ إن شاء الله ومن برنامج رواد المستقبل أوجه خالص الشكر والتقدير لخدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان وقالت هذه البلاد العظيمة أود أن أوجه الشكر للدكتور علاء سلطان صاحب عيادات ماي كلينيك لطب الأسنان على تواجده معنا اشتركوا في القناة